بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الموثالين حنكمل مع بعض النهاردة المتحان التاني من المتحانات كتاب بونسوا أشرف بيقول ألو ماما بونجور ماما رتلو أشرف تيو انتفين جي سي شهر لبرير جاشت عن رمان أنا عند بأل كوتو بشتري دوائي أشت لرمان بي يعني شتري دوائي سوما وقال لفرماني وشتري دوائي سوما أشتري دوائي سوما أشتري دوائي سوما أشتري دوائي سوما أشتري دوائي سوما وبعلى آزيري كأني kilمتا أشتري دوائي سوما أشتري دوائي سوما ممانا جي سوما أشتري دوائي سوما على بلانجره إلى المخبز ستغو لوين دابعيد جدا تيني با تان فيلو تم عاكش الدراجة بتاعتك لا بلا ألو وازي اذهب هناك إذن روح يا ابني سيدو كومان هازيه الوصيقة اي تكون ان ديالوغان تغ دو زمي حوار ما بين صديقين طبعا دا أمه ايه وابنه ولا كوريير بريد ألكتروني ولا أبل تليفونيك محادثة تليفونية ودي طبعا اللي احنا هنختارها اللي هي محادثة تليفونية ولا أنكات وإحنا قلنا قبل كده أنه أنكات معناه بحثة أو تعقيل ان بو كتير سيدو كومان بندون يعني نستطيع أن نسمع هذا الحوار أسنان بص أول القطع دايما نعود نفسك كده ألو ماما بونجور فقال هنا كلمة بونجور طالما قال بونجور يبقى في المتينة في الفترة الصباحية أشرف فاشتير يعني أشرف حيشتري اللحمة سؤال سهل وبسيط أو من الصيدلية أو المخبز أو محل الجزارة أو الحلواني طبعا هي بوشي غي اللي هي محل الجزارة لو بردو أشرف إي والد أشرف بيكون إي فارمسيون صيدلي ولا بلونجير خباز ولا بوشي غزار ولا أنفرمير ممرض طبعا اخترنا كلمة بلونجير خباز في رقم خمسة عنده ألم في الرأس لو فرير دو أشرف أخو أشرف طبعا هو أخو أشرف طبعا مش والد أشرف ولا والدة أشرف ولا ابن عم أشرف أشرف إي يعني أشرف بيكون أكبر من أخوه يبقى بلونجير خباز لأخوك صغير قالت له أخوك صغير في القطعة التانية مكتوب سيغلوشا ودي قطعة مهمة تكررت معنا كتير قوي يعني على الشات بيحصل محادثات كتير بيتكلم أول واحد يقول جو مابيل عمر أنا اسمي عمر جي سيزان عندي 16 سنة جي سيزان ديز دوز ياماني سيكون دير أنا في صف السن السنة جي سويتا اتغان مدسان فامون عيزة بقى دكتور مشهور جي باز أنا وزن يعني ديز سان ديز كيلو جرام يعني مئة وعشرة كيلو جرام بور لطول مئة اتنين وستين طبعا هو كده بيقول جي سي فودو ديسار يعني أنا مغرم بالحلويات مجنون بالحلويات جي مانجي بكو نبا كولكتير ميزامي أزدقاء مابل وغرمان ميسامييني الناهم أو شري جي نبا مغرير أنا لا أريد أن أخيس مش عايز أخيس إذا بالنسبة لعمر أنا أشأل أنا أشأل جيمس وافر تولي بغوغرام دو كوزين على تيلي. انا متابعة كل برامج الطبخ في التلفزيون. في الاخير بقى بيقول جو مابل جان اسمي جان عندي 16 سنة جي سوي دو مارسي انا من مارسيليا جي سوي مانس انا رشيخ انا باوزين سبعين اه كيلو جرام لطول مئة وسبعين جيم لفري انا بحب الفكهة الليجيم والخضار باكل قليلة من كل شي جي اسمي ديناميك انا ناشي نستطيع ان نقرأ هذه الرواية الوسيقى في المدرسة ولا في الشارع ولا في المجالة ولا سير انترنت على الانترنت طبعا كلمة شا شات يبقى الشات اللي هو الانترنت ايه سبورتيف مين بيكون رياضي طبعا جان هو الرياضي هنا عندنا في القطع اللي قدام. قولي ميماج عندهم نفس العمر طبعا عندنا ستاشر وستاشر يبقى عمر و جان عمر و جان يبقى حنا خود رقم P. طيب بعد كدف رقم عشرة ايه كزينيخ سنا طبعا عمت سالي سنا ايه اللي طبعا عمر بيكون منس رشيخ ولا مغري نحيف ولا غرو ولا ديناميك طبعا هو غرو دخم مية و عشرة كيلو. جان بيكون ايجبسيان ولا انجلي ولا ايطاليا ولا فرانسيه طبعا هو فرانسيه من مارساليا يبقى فرانسيه. هنبدأ نختار المواقف انت تستعلم من الباع او بتسأل باع عن سعر الايس كريم كاسك فولويديت ماذا هو اه ماذا تقول له انت حتقول له ايه اه حتقوله الايس كريم بالفانيليا بتكلم خمسة الجنيه مصري ولا انت عندك ايس كريم بالفانيليا ولا ما سعر عصير البرتقان ولا البولة البول من الفانيليا بيعمل كام. طبعا هي الاخيرة لان انت اللي بتسأل تستعلم من الباع وانت اللي هتقول بيبقى هتقول باقي المعلاقة يعني او الايس كريم بالفانيليا بكام يعني. يعني انت بتدعو صديقك على العشاء في المطعم هم بيرفض. كسكال اه اه دي هو حيقول لك ايه بقى صديقك هنا حيقول لك ايه. اه كسكال فو دي ماذا هو يقول لك. حيقول لك انا بدعوك العشاء في منزلي والموافق ولا اسمها بوف انا مش فاضي والموافق انا حاجي بكل سرور ولين تعاش في ريسرون تعاش في ريسرون طبعا هي الجملة هتبقى بوف لانه وهنا بيرفض. اه في الجملة اللي بعدها فوت رامي صديقك اشيت انجلس مشتري ايس كريم. فول ويديو مونديلا كوز انت بتسأله عن السبب. كسكال فو دي. حيقول ماذا هو يقول لك. لاني ما بحبش الايس كريم. ولاني بشعر بالبرد. ولاني بعشاء بعشاءه خاصة بالفاناليا. افيك دولا. خلي بالكم من افيك دولا دي. ولبوركوالي ماذا تشتري جلاس. طبعا صديقك بيشتري ايس كريم. انت بتسأله عن السبب. ماذا هو يقول لك. حيقول لك عشان انا بعشاءه. لانه هو بيجاوب. كار جو لادو صورتو افيك دولا فاني. في رقم ستاشر. فوت رماغ والدتك. بريبار لطابل بتجاهز المائدة. وانت مش جعان. كسكو فو ديت. ماذا انت تقول له. طبعا انا سوف اتناول وجبة خفيفة. ولا انا تناولت تون وجبة خفيفة. ولا جو بيزوان دولا. انا محتاج للوجبة دي. مرسي ماما. شكرا يا ماما. ولا اه لا كرجة الكوسة بتكون لزيزة. على اه تيفي في التلفزيون. اه طبعا احنا هتكلم هنا عن انا لسه متناول. لسه واخد عشان طبعا انا مش بشعر بالجوع. يبقى انا لسه اه متناول وجبة خفيفة. واكل حاجة خفيفة كده. فحقول صديقك بيسألك متناول الوجبة الخفيفة. كسكو فو ديت ماذا انت تقول في الصباح? ولا زهيرة? ولا بعض العشاء? ولا بين الغادة والعشاء? وهي دي الاجابة الصحيحة بين الغادة والعشاء. بور انتر دير لتمنع شخصة دوفير كلك شوز عن اه فعل شيء ما. كسكو فو ديت ماذا تقول? راتب ملابسك في الدولاب? ولا متاكلش كتير? ولا اذهب لسوق? ولا راتب سريرك? طبعا عايز جملة منفية في منع او نافي وامري كمان اهي. ني مانج با بكو. متاكلش كتير. في الجملة اللي بعدها انت تصف انامي صديق لبانة اليمونتاسيون. تصف لصديق الغزاء الجيد. كسكو فو ديت بتقولو اشرب كثير من الصودة. ولا ني بوا بكو دولة تشرب كثيرا من الماء. ولا كل كثيرا من الاغذية السكرية. ولا بيان مانجي الاكل الجيد. سي دي مانجي ان بوده تو. الجملة دي طبعا مهمة اوي عندنا ولا بد نكونوا عارفينها كويس. اللي هي مانجي ان بوده تو. لابا هي دي اللي احنا حنختار. في الموقف رقم عشرين ان ربا فاميال يعني واقبة عائلية كوتشير. تكلف كتير. انت بتعبر عن غضبك. كسكو فو ديت بتقول انت لطيف. ولا انها سرقة. ولا ده رخيص. ولا انت بتقدموا اطبا بسعر اه رخيص. ان يقبل اسئلة الجرامير كس كون دوا ميسيو كس كون دوا بوار. طبعا ذرب دوا هنا ولو فعلا متصرف تاني بيجي في المصدر ودوا طبعا يجب ده بيجي بعد وفعلا في المصدر يبقى بوار ناشرب. اه تياه اه سينساسيون سينساسيون ماتنون طبعا كلمة سينساسيون سينساسيون يعني احاسيسة او مشاعر ودي جامع مؤنس فحناخد كل. جيني فو با اه سو سيسة طبعا هنا قومة منفية فحناخد دو على طول. في القومة اللي بعدها رقم 24 كولا سيون اي تانري با انتو اللو بيتو دي جنار طبعا كولا سيون دي كلمة مؤنس ها اهي فحناخد ديها لا على طول واحنا عارفين الاخر سيون كله مؤنس عندنا ما عندناش احنا استثناءات في المنهج بتاعنا اه في بعض الكلمات مستثناء ولكن مش في المنهج عنده رقم 25 بنقوله اه اه لانتاي العدس سان بلو ك اه كولوبات طبعا كلمة لانتاي جامع مؤنس فحناخد دي لس يوز دي لس يوز رقم سي الجاملة اللي بعدها جام لو غزة طبعا العنب ده جامع مذكر فحتبقى سكة يعني انا بحب العنب الجاف لو الزبيب يعني لو فروماج الجبنة اليا اه ما بلاقي اليا في نقط اختار اون على طول يوجد منها 365 نوع مختلف في المتيب دي يعني نوع ودي كلمة طبعا مذكر الجملة اللي بعدها فيه اون وفيه امر دايما الامر هنا هناخد بالنا كويس او من الجملة دي لو كان الامر مع ضمن تي فبتبقى فيه اس بيبقى عشرة الاولانية مستبعدة المصدر مستبعد عشرة الاخيرة مستبعدة لان ده تصريف مع ايه الافيك اس وما يجيش في اول الجملة بدون فاعل كده سواء قبله او بعده يبقى ما فيش قدامي الا اشطان لنشتري منها سؤال جميل مبني على الاستبعاد اهو كي اما تلاقي الفعل ما تصرف مع ايه لان كي دايما الفعل بتاعها هيتصرف زي ايه لو سألت عن فاعل عاقب جملة اللي بعدها دون لو جاتو في الجاتو اه كاتر كار اللي هو الكيكبوند دا اون مي نضع دقيق سوك يبقى اه اكسر من يعني دقيق اكسر من السوك يبقى بليدو بليدو فاغين كو اه دي سوك طبعا هي فيه كلمة مساولي وفيه كلمة اه مواندو اقل من كلهم ممكن اختارهم لكن غالبا احنا بنضع دقيق اكتر من السكر على حسب معلومات اون منج جي منج انا باكل اه فرامبواز طبعا كلمة فرامبواز دي مواندس يبقى دولار على طول كلمة فرامبواز دولار الى بعدها سيريل اه سيريل اه ان بتتفهم عندها اه جوع بسيط كده لان كلمة فرامبواز دي مواندس اشتركوا في القناة